مع معلق الرياضي احمد الطيب وتكلم او كانت وجهة نظره على خلاف كل وجهات النظر اللي بتتكلم عن النادي الاهلي حاليا ان النادي الاهلي يعود الى الخلف وان النادي الاهلي في مستوى اقل كتير جدا من مستوياته بسبب اشراق مصطفى احمد شوبير في قايمة مباراة سموحة كحارس ثالث ده اللي قاله الكابتن احمد طيب تعالوا نقرأ البوست بتاع الكابتن احمد طيب بيقول كلمة لواجه الله قد تكون قاسية لكنها الحقيقة قليل من حراس المرمى يلعب وهو صغير السن لكن النطج الحقيقي للحراس في العموم يبدأ من عمر 26 سنة قريبا حتى يكون الحارس قد مر بتجارب وخبرات تسمح له بان يحرص مرمى فريق بحجم الاهلي اعتقد ايكر كاسياس حرص مرمى نادي ريال مدريد وهو عمر 19 سنة لكن خلينا نتكلم بالشكل المحلي فقط اكرام الكبير لعب للاهلي وعمره 18 سنة وبعد بعد فترة جفاف برضو ممكن نختلف في فكرة فترة الجفاف لان احنا اصلا كان فترة جفاف من القرى المصرية بشكل كبير جدا اللي هي فترة من 67 لموسيم 73-74 اللي شارك فيه الكابتن اكرامي في هذا المركز داخل النادي لكن ثابت وشبير والحضري ومصطفى كمال وامير عبد الحميد ورمزي صالح واحمد عادل حتى شريف اكرامي لعب بعد مشوار له في هولندا وتركيا والجونة جميعهم لعبوا وعمرهم تخطى 25 سنة تقريبا هنختلف على لعب او اتنين بس مش دي القضية دي الوقت اذا لماذا الاسرار على الزج بمصطفى شبير وهو لازال صغير السن 19 سنة وفي نادي كبير بحجم وضغوط الاهلي حرام تزلمه الولد وتزلمه الاهلي عشان تراضه ابوه دي هنتوقف عنده كتير الذي زبح احمد المرجاني من قبل والان اراه مش عارف ايه بعد الشر طبعا لكن الاهلي مش كده ولا عمره كان كده قيد مصطفى شبير اليوم في قائمة الاهلي كحالس ثالث امام سمعه سقطة اراها الاسوأ في تاريخ الاهلي فنيا واداريا وبهدوء اسألوا المتخصصين وشوفوا رأيهم ايه مش كده ولا ايه لا مش كده خالصة كابتن احمد خالص مش كده خالص الموضوع تقريبا فيه يعني انا مش حابب ان يكون هو فيه رأي مبنى على علاقات شخصية مع الكابتن احمد شبير وتصفية حسابات في لعب اسمه مصطفى عشان دخل في قائمة النادي الاهلي كحارس ثالث هنتكلم تاريخيا عن حراس مرمى النادي الاهلي اللي كانوا في وضع مصطفى احمد شبير اللي هو بالمناسبة حارس منتخبات وحارس له مستقبل كبير بس انا هقف عن فكرة عند فكرة يراده ابوه الله يرحمه احمد اكرامي كان وقتها كابتن اكرامي مدرب حراس مرمى في النادي الاهلي وما قدرش النادي الاهلي يراده احمد اكرامي عشان خاطر الكابتن اكرامي الحارس العظيم ولعب احمد اكرامي في الترسانة كابتن شريف اكرامي اللي حراج زكرته في المثال لو كان فيه مرادية لوالده الكابتن اكرامي كان استمرر في النادي الاهلي ولكن خد جولة والاهم لما رجع من الجولة الاحترافية كان هيرجع للنادي الاهلي بدون مقابل ومع ذلك راح نادي الجونة ثم تقلق ثم عاد للنادي الاهلي كابتن أسامة حسني بيعتزل هو عنده 28 سنة ووقتها كان الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ما تمش أي مرعالة فكرة الأرابع اللي بين كابتن أسامة حسني والكابتن محمود الخطيب ففكرة مرادات الأب أو مرادات قريب أو أبناء العاملين يا كابتن أحمد خانك التوفيق تماما لأنها مش موجودة في النادي الأهلي وأنا بقولك أمثلة واضحة وصريحة فكرة العمل على فكرة الزنية وأن مصطفى أحمد شبير مراداتا لكابتن أحمد شبير أعتقد رد عليها التلات حالات دول لكن الأهم من كل ده حضرتك ما حطتش في الاعتبار خالص أزمة مباراة تسموحة حضرتك ما خدتش في الاعتبار خالص أن النادي الأهلي راجع من جنوب أفريقيا يوم لتنين في مباراة ساندونز طبعا دي لقطات عرض هلنا عمارة عن تقلق مصطفى أحمد شبير على مستوى قطاع النشئين وحارس وعد للأمان لكن مش هنقدر نحكم عليه في الفريق الأول إلا لما بالزبط مستوى مصطفى خالص وده مش دورنا أكيد إحنا بنرصد هل الكلام اللي قاله محق فيه أم لأ من وجهة نظر المشاركة اللاعب ودخوله قايمة وهل هو خد الفرصة بدري ولا لأ مش بنقايم مستوى اللاعب اللاعب إن شاء الله قدامه فترة طويلة جدا نتمنى له أصلا التوفيق طبعا وأكيد الكابتن أحمد طيب يتمنى له التوفيق ويكون حارس وعد لكن الفكرة كلها إن وراد سموحة كان النادي الأهلي راجع بعد مواجهة شقة وعنيفة زهنيا وبدنيا وعلى مستوى السفر يوم لتنين من جنوب أفريقيا في مواجهة مع أقوى الفرق الأفريقية كانت في دور الثمانية بعد النادي الأهلي وهو فريق ساندونز وكان المباراة المسلم الماضي بتحمل أثار سلبية فكان فيه ضغط عصب كبير جدا يمكن اللعبة علاقت عليه ويمكن كمان كابتن مجدفش علاق عليه في مباراة الأهلي والزمالك اللي تلغت فأكيد كان واخد جزء كبير من لعبين وإرهاق وتيجي عايز تلعب بعد أقل من 48 ساعة أو 48 ساعة مباراة سموحة هنستعرض قائمة المباراة اللي هي مباراة الأهلي وسموحة ونشوف كان مين ممكن يدخل القائمة دي وريني فيلر مدخلوش قائمة المباراة حرص المرمى محمد الشناوي مصطفى شبير على اللطفي طبعا غريبة يكون ثلاث حرص مرمى لكن لها أسباب خط الدفاع رامي ربيع محمد هاني أيمن أشرف محمود وحيد أحمد فاتح خط الوسط أليو ديان جوليد سليمان حسين الشحات عمر السلية محمد مجدفش أحمد الشيخ حسام عشور العربي بدر وده برضو من قطاع الناشئين خط الهجوم مروان محسن وأليو بدري طيب دولة اللي حضروا الغائبين عن المباراة كابتن شريف إكرامي ياسر إبراهيم إقاف محمود متولي إصابة علي معلول إصابة صالح جمعة أسباب فنية وده نحط علامة لأنه هنقول مين اللعيبة اللي كانت ممكن تدخل رمضان صبحي إصابة وعندنا جرالدو إصابة جونيور أجاية إقاف كهرباء إقاف إصابات طويلة كريم ندفد وحمدي فاتحي وسعد السمير خارج القائم ولعبين خرجوا في يناير زعمار حمدي وصلاح محسن وحسين السيد ووليد أزارو إذن كان مين المتاحين من اللعيبة دي المتاح من اللعيبة دي كان الكابتن صالح جمعة اللي يقدر يدخل القائمة دي فحضرتك شايف إن أنا لما أدخل مصطفى شبير كحارس ثالث في القائمة أنا كده بجامل والده وما لو لعبته هيحصل إيه يعني أنا لو لعبت الكابتن مصطفى أحمد شبير وجيت فهم بوراه الآلي تقريبا يعني قبل الإقافات كان تقريبا شايفهم سيطر على مسابقة الدوري ويقدر يجرى فيه أي حارس ويقدر يرايح فيه أي لعب ودي سياسة متخزة في كل الأندية وبالمناسبة نادي الزمالك زي النادي الآلي زي ما الآلي مسجل أربع لعبين في القائمة الأفريقية نادي الزمالك مسجل أربع لعبين ومنهم برضو لعب صغير السن محمد صبحي ولعب مباراة أساسي في نادي الزمالك تتكلم على الحراس هل ده مجاملة الموضوع مش كده يا كابتن أحمد وأعتقد خانك التوفيق لأن الموضوع متعلق بمين هو والد مصطفى شبير مصطفى أحمد للأمانة إذا أردت يا كابتن أحمد أن أنت تنصح مصطفى شبير أو تديل ودفع في بداية مشواره كنا حنشوفها فعلا كده ولكن حضرتك عملت شيء هو من أسوأ الأشياء اللي ممكن تتعامل وهو أن حضرتك بتيجي على ناشئ تصفي مع حسابات وحنبين لحضرتك كمان أنت ليه مش منطقي وقعت في مغلطة كبيرة جدا حضرتك مصطفى شبير اللي دخل القائمة كحارس ثالث هنيجي نقول غريبة أن يبقى في حراسة المرمى اتنين في اللي احتياطي طب أنا هقول لك لو أنت تمهلت اللحظة حضرتك البيان اللي خرج من نادي الأهلي النهاردة فيما يخص شريف إكرامي وعملية التجديد ليه هل ما توحيش ليك أن فيلر أكيد قعد بالتبعية مع اللاعب وكان خلاص الأمر تحسب خصوصا اللي اللاعب كان ليه تصراحات أنه هو خلاص حيبحث على المشاركة أساسيا طب الحارس بتاعي ده هحضره إمتى مصطفى شبير اللي حيبقى حارس ثالث حبدأ أدخله القائمة إمتى هي مباراة زيدي هو الوقت ده أنا بدخله عشان يبدأ ياخد الأجواء زي مسافر قبل كده في المباراة مع النادي الأهلي للخارج هو ده اللي بيعمله فيلر واللي آسف أن حضرتك دايما بتتكلم في علم التدريب حضرتك لم تفهم ماذا يفعل فيلر بشكل واضح وهو بيجهز الحارس للمرحلة القادمة لأنه هو عارف من السيزون الجاي فيه إيه وهو بيرى اللاعب واعد بدأ يجهزه فنيا ونفسيا بإدخاله في المباراة وإشراقه في القيمة وكان ممكن يجيب حد تاني من ناشئين ويلعبه في مركز تاني أو يخليه على الدكة ولكن هو شاف أن ده المركز اللي حيبقى شاغر في الوقت القادم هنيجي بقى الحاجة تانية حضرتك قلتها في البست وإنت بتتكلم عن فكرة أن اللاعب يحتاج أنه هو ياخد خبرات وتحدثت أن سن المشاركة بيكون في 25 سنة لو حضرتك وقعت في المغالطة دي أنا كنت فوتها أنت ما وقعتش في مغالطة أنت فاهم جدا أن الخبرات بتيجي باللي بيحصل مع مصطفى بدخول القيمة اللاعب مش هو حارس النادي الأقلي الأساسي وإن كان حنوضح لك أن فيه حراس في سن أصغر كانوا حراس أساسيين إذن أنت عملت إيه جبت السن بتاع ندوج الحراس ورحت جاي بقارينة بحارس لسه مجرد دخول القيمة وعقدت مقرنتين مع بعض عشان المتلق يقع في الفخ ده والقامة مصطفى شبير لسه بدر عليه لا تعالى بقى نستعرض ونشوف حراس النادي الأهلي لما نشوف كابتن إكرامي كبير إكرامي الشحات عام التصعيد ليه نعرض الصورة في 1971 بيتصعد وهو عنده 16 سنة وفيما بعد بيبدأ يشترك كأساسي كابتن سابت البطل 1973 بيتم تصعيده بعد ما كان منضم قبلها سنتين من نادي الحوامدية سنة وحا فأمره عشرين سنة وبيشارك أول مشاركة رسمية وهو واحد وعشرين سنة وكابتن إكرامي كان بيلعب وهو 17 سنة نيجي لكابتن أحمد شبير كان نضم في 77 وسنة 84 أول مشاركة رسمية له وهو عنده 23 سنة ولكن أكيد حضرتك لو حبينا ندخل للتفاصيل عشان نبقى فاهمين كان قدامه حارسين زي كابتن إكرامي وكابتن سابت البطل وهما من أفضل حراس في تاريخ الكرة المصرية فأكيد فرصته في المشاركة الأساسية تأخرت كابتن مصطفى كمال 1993 بيتصعد وهو عنده 20 سنة وبيشارك وهو عنده 20 سنة وشهر كابتن أمير عبد الحميد سنة 1998 بيتصعد وبيلعب وعنده 21 سنة ولكن اتصعد وعنده 20 سنة كابتن أحمد عادل عبد المنعم في 2007 بيتوج ببطولة الدوري مع النادي الآلي وبيشارك وهو عنده 21 سنة وبيكون له دور في مرحلة حسمة ومهمة جدا من بطولة الدوري بعد رحيل كابتن أصام الحضر فيما بعد كابتن محمد الشناوي في 2008 حضرتك بيشارك في نهاية الدوري بعد ما حسم وهو عنده 20 سنة طيب حضرتك عايز مصطفى شبير اللي هو عنده 20 سنة ما يشاركش وما يبدأش يدخل القايمة في الوقت ده عشان يكتسب الخبرات وهو عنده 25 سنة يبدأ يدخل القايمة حضرتك محمد الشناوي اللي في 2008 كان واقف في المباريات الأخيرة بعد حسم اللقب وهو في سن تقريبا مصطفى شبير عشان يقدر يبقى حارس دلوقتي بعد ما ياخد التجارب اللي حضرتك قلت عليها يرجع النادي الآلي ويكون الحارس الأول لمصر شاء من شاء وأبى من أبى هي دي الخبرات اللي بتتجاب بالتبعية وهو ده اللي بيحصل مع مصطفى شبير داخل النادي الأهلي هل حضرتك تعتقد أن المدير الفني للنادي الأهلي حيدخل لاعب قايمة المباراة نتيجة حسابات خاصة بوالده أي عقل يمتلكه إنسان ممكن يوديه للنتيجة دي أنا مش فاهم لأن ممكن ممكن فرضية جدلية غير قابلة الحدوث في النادي الأهلي إن اللاعب يكون ما رحش فريق تاني عشان يفضل موجود في القايمة إنما المدرب يحرص إنه يقيده إفريقيا وياخدوا معاه ويدخلوا قايمة المباراة هم بيعملش حاجة عشان اللي أنت قلته تماما وبيعمل كلا عشان حاجة واحدة بس عشان عارف إن شريف إكرامي ماشي وعشان بيجهز الحارس دا للسيزون الجاي وبيختصر وقت وده شيء مهم جدا في علم التدريب أعتقد حضرتك كان كسير من الغشاوة على القلب والعقل وإنت بتتكلم خلتك تشوف الأمور بشكل سيء جدا مصطفى شبير يستحق مننا الدعم لا نقيم أبدا نستواه الفني اللي نتمنى أنه هو يكون جيد ولكن لا نسمح أبدا بتصفية الحسابات مع لاعب داخل النادي الآلي بهذا الشكل السودوي القصة أهم من فكرة كمان كابتن أحمد طيب وكابتن أحمد شبير وكابتن مصطفى شبير لأن الأهم هو النادي الآلي كان لازم نحافظ بشكل كبير جدا ونوضح للكابتن أحمد طيب اللي هو بيتقلق جدا في مجال التعليق على المباريات نوضح إن النادي الآلي ما فيهوش فكرة مرادات أبوه دي كانت نقطة أهم ما نقدر نقف عندها الأهم كمان أن عادل عبد المنعم كان حارس مبارات التتويج بالدوري في 2008 أمام البلدية فيه استاد طنطا يعني هو صغير كده قدر يتحمل مسئولية الفوز بالدوري فدي كانت نقطتين مهمين لكن الكابتن أحمد الطيب كان بيقول لو عايزين تعرفوا رأي صحيح ولا لا اسألوا أهل العلم أو اسألوا الخبراء اللي بيتكلموا عن حراسة المرمى أعتقد كان فيه تصريح واضح جدا للكابتن سعفان الصغير اسما ولكنه كحارس كبير جدا ولو اجتهدات كبيرة جدا مع حراس المرمى في نادي الإسماعيلي كابتن سعفان بيتحدى وبيقول مصطفى شبير أفضل من والده وعواد خارج المنتخب احنا رحنا لكابتن سعفان الصغير لأن حضرتك كابتن أحمد اللي طلبت أنها نسأل الخبراء واعتقد أنت أكثر من الناس المعجبين جدا بتاريخ كابتن سعفان الصغير ونحن كذلك لأن بالفعل كابتن سعفان الصغير أنا شاهدته كان حارس ممتاز جدا لنادي الإسماعيلي فترات طويلة وكمان مدرب محترم جدا وهدينا بنشوف الكوادر اللي بتطلع من تحت دي حتى لو بتخرج بعد كده ما بتقدرش تتحمل ضغوط أخرى دي كانت قضية الكابتن مصطفى أحمد شبير اللي بنتنا ناله كل التوفيق والأهم النادي الأهلي اللي مفهوش أي مرضاء وذكرنا الأمثلة ولكن ندخل على موضوع تاني ترجمة نانسي قنقر